السلام عليكم. هنكمل مع بعض المحاضرة السابعة. في المحاضرة دي هنتكلم عن برضو بس الجزء التاني مني. في المحاضرة اللي فاتت احنا عارفنا احنا ليه اصلا بنعمل عشان خاطر نفهم اللي ما بين اللي موجودة في اللي عندي. وعرفنا ايه العلاقة ما ايه او ايه هي وعرفنا حاجة اسمها تمام? في المحاضرة دي بقى هناخد الاتنين التانيين اللي هي والرانكينج الالجوريزم. طيب. اللي ما بين النودز ممكن تكون وممكن تبقى طب معنى ايه ان هي تبقى ومعنى ان هي تبقى معنى ان هي تبقى ده معنى ان الاتنين دول اصدقاء. يعني مسلا لو النودز دي اشخاص فمعنى وجود ما بين اي او بي ده معنى الاتنين دول اصدقاء. طيب لو كانت لو كانت ده معنى ان هما اعداء مع بعض. تمام? فاحنا اتكلمنا على مستوى لو ايه و بي ما بينهم يبقى لو مش ما بينهم طيب لو بقى تلاتة طيب لو تلاتة فساعتها بيبقى عندي اربع احتمالات. الاحتمال الاول ان كلهم يبقوا الاحتمال التاني ان كلهم يبقوا او ان يبقى عندي اتنين بوزدف واحدة او يبقى عندي اتنين نيجاتف واحدة بوزدف. نمسك بقى واحدة واحدة. يعني ايه ان التلاتة يبقى بوزدف? معنى التلاتة بوزدف ان التلاتة دول مع بعض. طيب هل ده او مش بالانسد? في الحقيقة هو بالانسد. التلاتة مع بعض بيحب بعض وقاعدين مع بعض الدنيا تمام وزي الفل. ما فيش اي مشكلة. طيب. في الحالة التانية اللي تحتيها ان انا عندي ايه وبي وسي. ايه وبي فرندس مع بعض. طيب لكن ايه مش بيحب سي. وبي مش بيحب سي. تمام? فهل دي ستيبل ولا مش ستيبل او بلانسد ولا مش بلانسد بلانسد بردو ليه? لان ايه وبي صحاب مع بعض. وايه ما بيحب السي وبي ما بيحب السي. فلو ام 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 اصحاب مع بعض والاتنين بيحبوا السي. ده معنا ان هم هم الاتنين ممكن يتفقوا مع بعض على سي. او كده كده الاتنين مع بعض يعني وسي ده هو عدوه هم الاتنين. ففي الحتة دي هي كمان على العكس بقى يعني احنا كده قلنا ان الجزئية دي ان التلاتة يبقوا بوزتف او ان يبقى عندي اتنين وواحدة بوزتف ده كده الاتنين دول بلانسد. طيب. ناحية التانية بقى. لو انا عندي ايه وبي وسي. ايه فرند مع بي. وايه فرند مع سي. بس بي وسي مش بيحبوا بعض. فهل دي بلانسد ولا ان بلانسد ان بلانسد ليه? لان معنى ان ايه يكون صاحب بي وصاحب سي. بس بي وسي مش يصحبوا مع بعض. فكده ايه مش عارف يوفق الدنيا خلص. يعني هو مش عارف يععدهم مع بعض. فدي مشكلة. انا لو عندي واحد صاحبي كلية احي صاحبي في المدرسة. انا عايز بقى هم 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 الاتنين بس هم 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 بيحبوش بعض. فانا مش عارف عدم هم الاتنين مع بعض فساعتها يبقى في مشكلة في النتورك دي. فساعتها النتورك دي طيب. تحتيها بقى لو كانوا التلاتة يعني ايه ما بيحبش بي و ايه ما بيحب السي و بيه ما بيحب السي. ساعتها دي برضو ليه بقى? لان هي فكرة دي معناها ان هو في وقت معين هيجي بعد كده. والنتورك دي تتغير. يعني في الحالة اللي فوق ايه و بي و سي مسلا. انت لو ما ايه صاحب بي و ايه صاحب بس بي و سي مش بيحبوا بعض. ففي الغالب ايه هيحاول ان هو يخلي بي و سي حبوا بعض عشان خاطر هو يعرف يقعد معهم هما الاتنين. لكن في الحالة اللي تحت برضو هي ان بلانسد ليه? رغم ان التلاتة بيحبوش بعض. لان في وقت معين هيحصل واتنين منهم هيتفقوا على التالت. زي مسلا في العلاقات السياسية كده لو في تلات دول ما بيحبوش بعض وضد بعض. في الغالب في دولتين فيهم هيجي وقت معين هتتحد على التالتة. يا مسلا ايه وبي و سي راح بي عامل حاجة لسي فايه عجبه الحوار فراح رايح لبي اتفقى معين هما الاتنين هيضايقوا سي. فهي بتمشي كده. فساعتها يبقى انا عندي الحالتين اللي على الشمال دول ان هما التلاتة موجب في ساعتها دي عادي. ان الواحدة موجب والاتنين سالب دي عادي. لكن لو كان الاتنين موجب واحدة سالب دي ولو كان التلاتة سالب يبقى دي برضو طيب احنا كده اتكلمنا على مستوى والسري نودز بالاحتمالات بتاعتهم كلها. طيب في النتورك بقى عموما يعني احنا لو عندنا كزا اكتر من تلاتة نود بقى. هنقول امتى ان دي او نود بلانسيد. يقول لك لو لقينا ان كل موجود آآ هو بلانسيد طالما كلهم بلانسيد يبقى ساعاتها النتورك كلها بلانسيد. طيب لو فيه ترانجل واحد مش بلانسيد يبقى ساعاتها النتورك دي نود بلانسيد. فانا عندي دلوقتي مسلا الجزء اللي على الشمال ده. فانا عندي الترانجل اللي تحت. دي نيجاتيب ودي نيجاتيب ودي بوستيف. يبقى ساعاتها دي بلانسيد. واللي على الشمال دي نيجاتيب ودي نيجاتيب ودي بوستيف. يبقى ساعاتها دي بلانسيد. ودي نيجاتيب ودي نيجاتيب ودي بوستيف. يبقى دي بلانسيد. لو ما كلهه cuartoهر بالانسد يبقى التطوع من الناحية ин Roberta's طب هنا بقى الناحية الثانية الناحية الثانية انا عندي التقليق تحت دهastre بصدم وبصديب و frighten kne ö s طيب دي كده نوت بلانسد يبقى الناتورك كلها نوت بلانسد حتى لو كان مثلا تطوع هذا على الثانا تطوع للاخيام و 두�دي نجاتم و دي نيجاتب و دي بصديب تمام بس كده الناتورك كلها اصلا نوت بلانسد يبقى انا بقول ان الناتورك كلها هتبقى بالانسد لو انا كان عندي كل التريانجلز اللي موجودة في النتورك دي طب البالانسد ده بتبقى عن طريق ايه? يا اما كل الاجس بوستف يا اما اتنين نيجاتف واحدة بوستف فعشان كده هو بيقول ان انا عندي طريقتين ان النتورك دي تبقى بلانسد فيه اول واحدة ان كلهم بيحبوا بعض الاجس كلها بوستف في الحالة التانية بقى ان انا يبقى عندي زي مسلا او بي وسي و دي دول كده تمام ما بينهم كل اللي ما بينهم نيجاتف تدفهم الحتة دي تدفهم هنا اكتر ان انا عندي هنا سيت اكس وست واي دول كلهم مع بعض وست واي كلهم مع بعض بس كل الناس اللي في اكس انمذ بالنسبة لكل الناس اللي في وو كل الناس اللي في انامذ بالنسبة لكل الناس اللي في اكس عشان كده بيقول ان انا عندي حاجة اسمها التراكز ايس بالانسد عامته اقول على للجراف ده انه هو بالانسد لا اما كلهم مع بعض كلهم بيحبوا بعض مفيش اي تمامار ان انا عندي مجموعتين من النود اكس واي. كل الناس اللي في اكس دول بيحبوا بعض. وكل الناس اللي في واي دول بيحبوا بعض. and everyone in اكس is the enemy of everyone in y. كل الناس اللي في اكس ما بيحبوش واي. كل الناس اللي في واي ما بيحبوش اكس. وهتبان في المثال ده بان الفرينتس اللي عندي هما اي وبي. ده كده ده كأنه مسلا اكس وده جروب كأنه واي. هتبص هتلاقي ان اي حد في اكس ما بيحبش اي حد في واي. يعني مسلا اي ما بيحبش سي. وسي ما بيحبش بي. ودي ما بيحبش بي. ودي ما بيحبش اي. فهي دي نفس فكرة بالزبط الجروب بتاع اكس وجروب واي ان كل واحد في جروب اكس بيحب بعض وكل واحد في جروب واي بيحب بعض. بس اي حد في جروب اكس ما بيحبش اي حد في جروب واي واي حد في جروب واي ما بيحبش اي حد في جروب اكس. طيب ايه لازم يتبقى لان ادرس اصلا ده او بتاعتوه زي ما قلنا في حالة مسلا التريانجل اللي كان كلهم ايه ان انا عندي ده مسلا في ما بين الدول او ما بين السياسيين فممكن ادرس بي الانترناشنال وفي نفس الوقت قادر اعرف بي يعني ممكن مسلا زي التريانجل اللي هنا مسلا ده مسلا ممكن اشوف هنا ده اي و بي صحاب واي و سي صحاب بس دول ما بيحبوش بعض بس يعني ممكن ان بي و سي هيحبوا بعض قدام او مسلا عندي هنا ايه و بي و سي فده مسلا لو ده الاشخاص سياسيين مع بعض فالتلاتة بيحبوش بعض بس انا ممكن اتوقع ان في يوم الايام ايه و بي دول هيتفقوا مع بعض على سي مسلا. تمام? وفكرة ايه بقى فكرة او ملخص الكلام ده اقول له يعني ان هو بيقول لو فيه الفيدباك بتاعت الكتب مثلا للسياسيين. تمام? فلو انا بتابع لو انا بقى كتب سياسية فانا بتأثر الفيدباك اللي انا بديه ده بيتأثر بالقراء او التوجهات بتاعة الشخص اللي كاتب الكتاب. يعني ايا ان كان الشخص ده مين? بس لو هو ليه توجهات اا او قراء مختلفة عني فده هيؤثر في الرأي بتاعي. طيب في حالة ان اي مش بيسك في بي وبي مش بيسك في سي. ففي اكتراح كده ان اي و سي دول قريبين من بعض. وان هما اي لازم يسك في سي. يعني مسلا لو اي و بي و سي دول دول فانا اي مش بيسك في الدولة بي وبي مش بتسك في الدولة سي. ففي الغالب اي و سي هيكونوا بيسك في بعض. او لو دول تلات اشخاص. فانا مسلا الشخص الاول مش بيسك في الشخص التاني. مش ان الشخص التاني ده مش شابه هو وشايف ان في عاجة ده غلط هو بيقوله. بس لا ان الشخص التاني ده مش بيسك في الشخص التالت. فمعنى ان الشخص التاني مش بيسك في الشخص التالت. وان الشخص الاول مش بيسك في الشخص التاني. يبقى كده الشخص الاول والشخص التالت دول شبه بعض وقريبين من بعض. شايف يمتقل لأ بس لو كان اي مش بيسك في بي وبي مش بيسك في سي ففيه ان اي لازم يسك في سي وان اي و سي دول قريبين من بعض. بعد كده الجزء التانية من المحاضرة بيتكلم عن النود امبورتنس بيزد او اللينك احنا اخدنا قبل كده النود امبورتنس دي زي والبتوينس والقلوزنس والديجري والكلام ده كله. هنا بقى هنشوف برضو اهمية النود دي بس بيزد على اللينك. طيب ايه هي البيج رانك? من اسمها كده البيج رانك. انا بشوف اه كل بيج وبيديها رانك معين. طب ايه البيج دي? البيج دي هي البيج اللي موجودة في الورلد وايب ويب او على النت عموما. كل صفحات اللي على النت زي اللي على جوجل كده. فعشان الخطر اعرف كل بيج من دول الرانك بتاعها كام او هي مهمة قديه. فبستخدم حاجة اسمها البيج رانك. او هنا بيقول لي ان البيج رانك دي هي مسود بتستخدم عشان اعمل او احدد بتاعة وبتستخدم وبتستخدم برضو بس هي ملي بتبقى كويسة في في هنا بتدي سكور النود هنا اللي هي البيج. يعني هي النود هي النود والنود هي عادي. فهي البيج رانك مسود هنا بتدي سكور لليلي دي او عن النوت دي. وهي الامبرتنس دي بتزيد كل ما كان عدد الان لينكس للبيج دي اكتر. وفي نفس الوقت عدد الان لينكس دي يبقى جي من هي كمان مهمة. فعشان كده كل ما كان عندها اكتر وفي نفس الوقت الان لينكس دي جاية من ايمبرتنس بيجز اكتر يبقى هي كده الامبرتنس بتاعها تبقى عمي. عندي ثلاثة انواع من في عندي ودي اللي دخلة في النوت دي. يعني بالنسبة للبي اللي هي دي. طيب والاوت باوند دي اللي خارجة من النوت. زي مسلا دي بالنسبة للبي. طيب ايه بقى دي دي اللي رايح او اللينك اللي رايح لنوت والنوت دي مش خارج منها لنك لأي حاجة تاني. زي مسلا اللينكات اللي هي بتبقى مش موجودة اصلا. اللي هو لو دست عليه توقيت يوديك لصفحة او الصفحة اللي انت رح تلقى دي مش هتوديك لأي صفحة تانية اصلا. يعني ده يعتبر دي دلينك اصلا. طيب البيج رانك الجوريزم. نركز بقى من اول الحتة دي. دلوقتي البيج دي. تمام? اللي بتاعها او بتاعتها تلاتة وخمسين. تلاتة وخمسين دي جاية من اين? لو ركزت هتلاقي ان هي داخل لها اتنين واحدة بخمسين واحدة بتلاتة. مجموعهم تلاتة وخمسين. يبقى اول حاجة كده خالص ان البيج رانك. بتاعها بيساوي مجموع اللي جاية لها من الين لينكس. تمام? طيب يبقى دي كده خمسين ودي تلاتة وخمسين. لو بصنا هنا مسلا في البيج دي. البيج دي بتاعها خمسين. طيب في الين لينك بتاعتها هي واحدة بس. والسكور بتاعها بخمسين. طيب دي كده اول حاجة. تانية حاجة بقى. البيج رانك مسلا اللي هي المية دي. تمام? بغض النظر المية دي جاية لها ازاي? يعني هو الرسمة انا مش كاملة. لكن المية دي مطلعة اتنين واحدة منهم بخمسين والتانية بخمسين. والتسعة اللي تحت دي. تمام? البيج اللي بتاعها تسعة مطلعة تلاتة واحدة بتلاتة والتانية بتلاتة والتالتة بتلاتة. يبقى تاني استنتاج ان لو طالع منها كزا يبقى بتاعها بيتقسم عليهم بالتساوي. المية اسمت خمسين وخمسين والتسعة اتسامت تلاتة وتلاتة وتلاتة. وتاني استنتاج ان البيج رانك بتاعها بيساوي المجموع اللي اللي جاية لها على اللي دخلها فيها. نركز في المعلومتين دول كويس عشان دول هنحتاجهم في المسائل اللي تحت. او هنحتاجهم عشان خطر نفهم القانون اللي احنا بنحل بين المسائل اللي تحت. طيب لو انا بقى عايز احسب بتاع اي بيتج. مسلا بيتج ايه? انا عايز احسب البيج رانك بتاعها. بيساوي كم? بيساوي. واحد نقص دي. ايه الدي ده? الدي ده هو حاجة اسمها ده قيمة كده بين السفر والواحد. وعادة بيبقى خمسة وتمانين من مية. والدكتور المفروض اتجيبه جبن. بس لو ما جابتوش جبن فيبقى الرقم اللي احنا هنحطه هو خمسة وتمانين من مية. تمام? فيبقى بتاع الصفحة ايه بيساوي. واحد نقص دي. اللي هو واحد نقص خمسة وتمانين من مية. زائد دي. اللي هي خمسة وتمانين من مية. في. تي واحد على سي تي واحد زائد لا تي ان على سي تي ان. طيب هو اي تي واحد وتي ان وسي تي واحد وسي تي ان والكلام دي كله. عشان نفهم الحتة دي. محتاجين نبص هنا. فهو احنا هنا. لو انا البيج دي انا معرفش بتاعها بكام? تمام? انا معرفش ان هي تلاتة وخمسة. انا عشان اعرف بتاعها. هعمل ايه? هشوف والله ايه اللي داخل لها. تمام? فهلاقي ان داخل لها اين لينك من هنا. واين لينك من هنا. ماشي. انا معرفش هم عليهم كام? ماشي? فهضطر ان انا اروح للبيج اللي خارج منها اللينك دي. فهلاقي مسلا ان هي مية. طيب عشان خطر اعرف اللينك دي اللي بتاعها بكام? هعمل ايه? هقسم المية على عدد اللي طلعها من البيج دي. فهلاقيها مية على الاتنين خمسين. فهعرف ان اللينك دي كده بخمسين. ماشي. وبعدين هلاقي ان فيه لينك تاني. طب اللينك التاني دي جاية منين? جاية من هنا. حلو. طيب بتاع دي بكام? بتاسعة. وطلع منها كام تلاتة. تسعة تلاتة بتلاتة. فهعرف ان دي بتلاتة. ودي بخمسين يبقى البيج دي تلاتة وخمسين. الكلام ان انا قلته ده هو بالزبط. الكلام المجاعلس اللي مكتوب هنا. هو بيقول لك ان البي ار تي واحد دي او تي اي عموما بقى كجنرال ازا بيتج رانك اوف بيتجيس ويتش لينك تو بيتج ايه? يعني تي واحد وتي اتنين وتي تلاتة لغاية تي ان دي البيجيس اللي طالع منها لينك لبيجي ايه? طيب ام الايه سي تي اي سي تي اي او سي تي واحد سي تي اتنين سي تي تلاتة عدد الاوت باوند لينكس اللي طالعه من الصفحات دي. يعني تي واحد تي واحد طالع منها عدد اوت باوند لينكس تمام? وبالتالي لو انا مسلا كنت بحسب زي ما قلنا هنا فهروح هشوف الصفحات اللي قبلية اللي بعتاني واشوف اللي هو بتاعه فمسلا هنا انا لقيت دي مية ودي تسعة حلو. المية دي بتاعها بكام? طالع منها اتنين. يبقى مية على الاتنين بخمسين. يبقى كده انا معايا خمسين. زائد. عشان بص هتلاقيه هنا بيقول لك بي ار تي واحد على سي تي واحد زائد. طيب زائد ايه? هشوف بقى الصفحة التانية. طب الصفحة التانية مسلا كانت الصفحة دي بتاعها بتسعة. على عدد بتاعها تلاته. يبقى تسعة تلاتة بتلاتة. يبقى زائد تلاتة. يبقى انا عندي خمسين زائد تلاتة. هل في اي تانية? لا. يبقى كده خمسين زائد تلاتة وخمسين. طيب ديها مثال. تمام? هو مسال طويل شوية بس ايه? هيوضح الفكرة كويس. المسال ده بتاعي خمسة وتمانين من مية. وهو عايز نحسب بتاع بتاع بتج بي وبيج سي. فاول حاجة هنعملها هو ان احنا هنعمل كده بتاع كل الصفحات بواحد. تمام وبعدين نبدأ بقى ان احنا نحسب بكل صفحة. فصفحة ايه? بتاع بيساوي كم? واحد نقص دي. اللي هو واحد نقص خمسة وتمانين من مية. زائد دي اللي هو خمسة وتمانين من مية. فيه? نشوف بقى ايه دي? ايه اللي بعت لها هنلاقي ايه هنا? جاي لها من سي. تمام? طيب بيبقى انا عندي مفيش غير سي. تمام. طيب. سي دي هجيب بتاعها على عدد اللي طالعة من سي. هي طالعة منها اه واحد بس. يبقى. وبتاعها بواحد يبقى واحد على الواحد بواحد. هيتفضل في الاخر خمسة وتمانين من مية. هيتلع بتاع ايه في اول بواحد. وبعدين همسك بي. طيب بي عايز احسب بتاعه. يبقى واحد نقص دي. زائد دي. لو واحد نقص خمسة وتمانين من مية زائد خمسة وتمانين من مية فيه. هبدأ بقى اشوف بي دي. جي لها منين. جي لها مفيش غير ايه بس. طيب ايه دي بتاعها بكام? انا بضلها اخر حاجة بواحد. واحد على. عدد اللي طالعة من الايه. هي طالعة منها كام لينك? طالعة منها اتنين. يبقى واحد على الاتنين. فهيبقى خمسة وتمانين خمسة وتمانين من مية زائد خمسة وتمانين من مية في نص. هي طلعوا دي في الاخر اه خمسة مية خمسة سبعين من الف. طيب. كده انا جبت بتاع بي. اجيب بقى بتاع سي. طيب سي. هبص اول حاجة واحد نقص دي زائد دي يبقى خمسة امسة وتمانين من مية زائد خمسة وتمانين من مية في. هفتح كسين. سي دي. جي لها منين? جي لها من ايه? ومن بي. حل. يبقى انا كده عندي ايه وبي. طيب يبقى همسك بتاع ايه? اخر حاجة انا حسابته كان بواحد. يبقى واحد على عدد اللي طالع من ايه? اتنين. يبقى واحد على الاتنين. زائد. مش هي جايلة برضو من بي. يبقى همسك بتاع بي. انا اخر حاجة اطلعته بكام? بخمسمية خمسة وسبعين من الف. على عدد اللي طالع منها. هي طالع منها لينكة واحد بس يبقى على واحد. فهيتفضل خمسة وتمانين من مية زي الخمسة وتمانين من مية في الحزبة دي واحد على الاتنين تلعت بنص. وخمسمية خمسة سبعين من الف على الواحد تلعت بخمسمية سبعين من الف. هجمع كل ده. هيطلع لي في الاخر الرقام ده. ونصيحة هنا الدكتور قالتها ان الارقام دي ما تتقربش. يعني زي ما طلعت على الالة نكتبها بالزبط. حتى لو كان خمسة سبع ارقام بعد العلامة. طيب دي كده اول نمسك بقى تاني طيب تاني بنعمل ايه? هنعمل نفس الكلام بالزبط برضو. بتاع ايه بي ساب واحد نقص دي زائد دي فيه. هشوف ايه اللي بعت لها لينكس. فهلاقي ان ايه جاي لها لينكس من سي. بس سي هنا بتاعها مش زي مرة اللي فت. بتاع المرة دي متغير. فهشوف بتاعها بيساوي الرقام ده. على عدد الاوت اللي طالع منه. هي طالع منها واحد بس يبقى على الواحد. هجمع الارقام دي كلها. هيطلع لي الرقام ده. برضو هعمل نفس الكلام مع البي. هعمل نفس الحزب بالزبط واحشوف. واحد نقص دي زائد دي فيه. طيب البي دي جاي لها من ايه? ايه هنا هاشوف بقى انا اخر جبته الايه كم بكام? والله انا ايه اخر جبته لها كان الرقم ده. على فكرة انا بشوف ممكن في نفس اللي انا فيه يعني انا هنا مسلا بالتاع ايه؟ على عدد الاوت اللي طالع من ايه? طب بتاع ايه بكام? اخر حاجة انا جبتها الايه? اخر حاجة انا جبتها الايه? كان من ثانية with fqh. اللي هو الرقم ده. تمام? يبقى الرقم ده على عدد اللي بده اتنين. فيطلع لي الرقم الغريب ده برضو. وهحسب الحزبة دي كلها. هيطلع لي الرقم ده. وبرضو ما نقربش. نكتب الارقام دي زي ما هي كده بالزبط. برضو هحسب للسي. بايبقى واحد ناس دي زائد دي في بتاع ايه? على عدد اللي طالع من ايه? بتاع ايه? اخر حاجة انا جيبتها لايه? كان الرقم ده. تمام? حلو. زائد بتاع بي على عدد اللي طالع من بي. اخر حاجة اخر كان الرقم ده. لو انا لسه حسب هنا ده. تمام? بعدين احسب الحزبة يطلع لي الرقم ده. لو بصينا هنا هنلاقي ان احنا ليه ما بنقربش? لو بصينا بصوا هنا مسلا في في هنا في الاولانية. تمام? كان ده الرقم اللي طالع. اللي هو هنا لو احنا بنقرب لرقمين ولا حاجة كان هيطلع الاتنين زي بعض. بس في الحقيقة الاتنين مش زي بعض على حاجة. تمام? فدي كده كانت اول لما كلهم كانوا بوحيد وبعدين دي تاني بتاع كل واحد فيهم. وبعدين دي تالت بتاع كل واحدة فيهم. نحاول نركز في المسألة دي عشان خاطر هي ارقامها كلها معتمدة على بعض. يعني انا هنا في اغنية. جبت بتاع ايه? باستخدمه هنا وانا بجيب بتاع بيه. بعدين جبت بتاع ايه وبيه باستخدمه هنا وانا بجيب بتاع سي. بعدين جبت بتاع سيه. باستخدمه هنا وانا بجيب بتاع ايه في التانية. فكل رقم هنا هيأثر في النواتج بتاعة الارقام التانية كلها. فنركز في الحتة دي. وبرضو ناخد بالنا هنا ان اعلى هنا لو بصينا وهنلاقي بتاع سي. طب ليه بتاع سي? عشان خاطر هي عندها اعلى اه تمام? وفي نفس الوقت اللي جاين لها? جاين لها من حاجات مهمة زي ايه? ايه مسلا بتاعها قريب. فدي كويس. ونفس الوقت جاين لها منها. غير انها جاين لها من بيه. فعشان كده دي اعلى آآ طب بقى. احنا قلنا الاساسي يعني ان هو يعتبر تمام? بيشوف يعني كام على دي اللينكس اللي نتورك. زي مسلا ان انا اعمل ايدنتفاي للانفلونشيال يوزرز. البيجي رانك ممكن هي تقيس الانفلونس والانبورتنس بتاعت الانديبيدولز في السوشيال نتورك. تطلع من الناس المؤثرة على باقي الناس في السوشيال نتورك دي. عن طريق ان هي بتعمل والانتر اكشنز ما بين اليوزر. فهبتقدر ان هي ايدنتفاي ومن ضمن بقى الحاجات ان انا ممكن يعني استغل لها بعد معرفة المعلومات دي. هو ان انا زي مسلا اعمل للتارجت ادبرتايزنج. هشوف الناس اللي انا عايز اعمل لهم دعاية. هشوف مين الناس اللي بتأثر عليهم وخليهم هم اللي يعمل لهم دعاية. وهكذا. طيب قبل على نطلع اللي انا سايبها في الاخر دي بعد المحاضرتين. اه ايو هيا دي. اللي هي ليه اصلا نفس. بنعمل عشان مسلا نعمل زي حوار لان ده بيساعد مسلا في حوار لان هو بيعرف ايه الصفحات المهمة وايه الصفحات اللي مش مهمة في جوجل مسلا ما بتجي تسيرش على حاجة بيعرف يطلع لك الحاجات اللي انت فعلا محتاجها. او مسلا اللي هو زي مسلا جوجل يقول لك الارتكل ده فعلا هو ده الارتكل المهم اللي بيخش عايي ناس كتير واللي فيه صلصات كتير قوي لحاجات تانية. انما ارتكل تاني مش بنفس الاهمية. في مسلا حاجة زي اللي احنا خدناها ان هو مسلا لو انا عندي اتنين صحاب. فغالبا ده مصاحب ده وده مصاحب ده فغالبا صاحب الاتنين هيحاول ان هو يخليهم الاتنين يتصحبوا على بعض. في حاجات تانية بقى زي فكرة وزي فكرة اللي هي مكافحة الارهاب. وهي حاجات تانية احنا ما اخدناش تطبيقات عليها بس دي كلها يعني من حاجات المهمة اللي تخلينا اللي احنا نعمل والمركت طبعا. نشوف كل منطقة معينة مسلا بيشتروا منتج معين او كل فئة ناس معينة بيشتروا منتج معينة. فنعمل ماركت رسيرش كده ونشوف ايه الحاجات اللي بتتباع والحاجات اللي مش بتتباع وهكذا. بس كده. سلام.